أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيار رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة براكة يعد إنجاز نفخر به باعتباره اللحظة الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي وقال سمو إن هذا الإنجاز الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز مسبار الأمل يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة ووجه سمو في كلمة بهذه المناسبة تهنئة للقائمين على هذا الإنجاز الذي يراكم خبرات وطنية داخل مؤسساتنا البحثية والعلمية نبارك لشعبنا هذا الإنجاز الذي نصغ به رؤيتنا للمستقبل وهنيئا لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفخر به اليوم كما يفتخر به العالم وقال سمو إنه لمن حسن الطالع أن ما تحقق اليوم وما تحقق بالأمس القريب يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد وأضاف سمو فخورون بالإنجاز ونثقوا في قدرات شبابنا العلماء إنها إحدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم وستذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز وأكد سمو أن هذا الإنجاز الذي تم بمشاركة أصيلة فاعلة من الكفاءات الوطنية يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تترسخ بها مكانة دولتنا في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول وأضاف سمو أن الدولة آمنت بأن الاستثمار في العلم والرهان على قدرات الشباب رهان رابح لكسب معركة صناعة المستقبل ووجه صاحب السمو رئيس الدولة التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة والتي نستذكر فيها المغفورة له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسل أساس المتين لدولة قادرة على الانطلاق نحو المستقبل شكرا شكرا